من ضمن الاسئلة هل معهد سياحة وفنادق سنتين معتمد يعتبر كويس وإيه الشغل بعد كده? انا نصحتي اللي دايما بقولها للناس يا جماعة نجيب مؤهل عالي اربع سنين. بلاش مؤهل فوق متوسط اللي هم سنتين? لان في هذه الحالة في كتير جدا من الاماكن مش هتشغلك. اه طب ده ليه? لانه دايما بتبقى اه في حجم الناس كتيرة جدا بتتخرج. فيقولك طب ليه اجيب حد مؤهل متوسط او فوق متوسط? ما انا قدامي ناس مؤهلين مؤهلات علية قد كده. هتقول لي طب ما على الفكرة لا او الظروف انا مقدر وكل حاجة ولكن انا نصحتي ندخل مؤهل عالي. هل هو يكون كويس? كويس. ممكن تلتغل فيه ممكن تلتغل فيه كتير جدا من الفنادق. اه خاصة فيه المحافظات الساحلية. بتشغل الناس خارجين معات ساعة وفنادق. لكن بقى فكرة الترقية بعد كده لو انت هتترقى تمسك عشان تمسك حاجة استحالة هيعينك وانت مؤهل فوق متوسط سنتين. فنصحتي من دلوقتي وانت لسه في بداية حياتك. خليه اربع سنين افضل. اه ربنا وفاك وكتب لك كل خير بازن الله وربنا معك.